اشتركوا في القناة خلال اللقاء استعرض معاليها العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان وما تشهده من تطور وتنام على الصعود كافة لا سيما فيما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية والتجارية لافتا معالي إلى أهمية مواصلة العمل على تنمية تلك العلاقات والدفع بمساراتها نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالخير والنماء لصالح البلدين مؤكدا معالي حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على بدل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة من جانبه أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يبديه من حرص على تنمية مسارات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيدا بالجهود الطيبة لمملكة البحرين في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك نحو مزيد من التكامل على مختلف الصعود تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة أول يوم وصلنا فيه طبعا ما قسرت مملكة البحرين في الاستضافة والكرم والضيافة والاستقبال وحسن الاستقبال ونحن نأمل أن تكون لهذه القمة مخرجات مهمة في هذه الحقبة الصعبة اللي عمر فيها العالم العربي وعمر فيها لبنان وعمر فيها أخواننا فلسطينيين بفلسطين وكان تشديدنا باللقاءات لحد اليوم فعلا على حماية وتحسين عالمنا العربي في ظل هذه الظروف الصعبة من خلال الاتحاد في العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وصولا إلى مخرجات إيجابية للقمة تأمن الاستقرار والازدهار لشعوبنا العربية كافة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة